يسأل عن صلاة الوتر بعد صلاة العشاء جهرا نعم يا حسين مثل ما قلت لك الله يرضى عليك و يبارك فيك و يتقبل منك قلت لك أنا بأن الإنسان يجوز له أن يصلي الوتر بعد العشاء مباشرة لأن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء و قراءة الليل جهرا تجهر بقراءة بصلاة الوتر تسمع نفسك طبعا لأن الله تعالى قال و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغي بين ذلك سبيلا و هذه قاعدة و إن كانت الآية في الدعاء لكن قاعدة حتى في الصلوات و ردث أحاديث تدل على هذا المعنى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغي بين ذلك سبيلا و المقصود يا أخي الفاضي أنك تسمع نفسك في قيام الليل تقول لي أنا أستطيع أقوم قبل الفجر الأفضل أنك تأخر قبل الفجر